السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا قوم اخباركم نحن في فترة انتخابات بقلنا شهر تقريبا على الانتخابات خلينا نكلمكم عن النظام السياسي في كندا نظام الحكم ونظام التشريع ازاي الامور بتمشي في كندا من المنظور ده بعض الناس فاكرين ان احنا هندخل الانتخابات الشهر الجاي عشان ننتخب رئيس الوزراء ننتخب ترودو او غيره لا ده مش حقيقي مش دلها يحصل فتعالوا نشوف اللي بيحصل في الفترة دي وازاي نظام الحكم ماشي مع نظام التشريع هنا في كندا هيفيد الكلام ده الناس اللي هم داخلين امتحان الجنسية قريبا الناس اللي هيصوتوا برضو عشان لو مش عارفين النظام ماشي ازاي وبرضو معلومات عامل اللي جاي كندا ان شاء الله قريبا عشان يعرف الدنيا ماشي هنا ازاي انا لما جيت زمان كنت فاكر انه هنا زي امريكا بننتخب يا كزا يا كزا اوباما يا كزا يا ترامب يا كلينتون يا الاخرين لكن اكتشفت ان الموضوع مختلف نظام التشريع في كندا اي تشريع بيحصل اي قانون يعني لازم يتم الموافقة عليه بيعدي على ثلاث جهات الجهة الاولى اللي هي مجلس العموم والجهة التانية مجلس الشيوخ وبعد كده اللي هو الحاكم الحاكم العام مين دولي مين بيختارهم الحاكم العام بتختاره الملكة هو ممثل ملكة بريطانيا ممثل ملكة في كندا بيتم اختياره عن طريق الملكة بعد كده اللي هم مين مجلس الشيوخ بعينهم الحاكم العام بناء على توصية رئيس الوزراء المجلس العموم احنا بننتخبهم او يعني الكنديين هم اللي بنتخبوهم هم دولي اللي احنا رحين ننتخبهم الشهر الجاي ان شاء الله القانون من بدايته اي قانون جديد او اي تشريع جديد يعني بيبدأ يا اما في مجلس العموم او في مجلس الشيوخ في اي واحد منهم بيتداولو بيتدارسو بتكون في جلسة اولى جلس القراءة اولى وبعدين ممكن يروح لجنة او لجان وبعدين جلس القراءة تانية وبعدين ممكن يروح لجان وبعدين جلس القراءة تالتة واخيرة ويوافق عليه المجلس بعد كده هي دي الاجراءات اللي بتكون يا في مجلس الشيوخ يا في مجلس العموم مش مهم البداية فين وبعد ما يخلص المجلس منهم الموافقة على التشريع او القانون بيبعثوا للمجلس التاني والمجلس التاني بيمر فيه بنفس الدورة اولى وبعد اللجان تانية بعد اللجان والتالتة والاخيرة اللي هي بيتم عليه التصويت النهائي او بيتم فيه التصويت النهائي مش بالضرورة تعدي بالخمس مراحل دي ممكن من الاولى التانية التالتة على طول على حسب وفقوا هما الاثنين على القانون مجلس ده ومجلس ده بيرفعوا بعد كده للحاكم العام علشان يعني يحط كده ايه الموافقة النهائية واعتماد القانون هي دي مراحل تشريع القانون فين طيب رئيس الوزراء في الموضوع بيطلع من فين مين بيعملوا مين بينتخبوا مين بيرشحوا الحقيقة ان احنا زي ما قلت الشهر الجاي هنروح ننتخب مجلس اللي هو العموم في كل بلد في كل مدينة او في كل مقاطعة في ممثلين للمقاطعة في مجلس العموم احنا بروح ننتخب يعني فيه تنافس بين اشخاص عنا هنا مثلا فيه تنافس بين خمس ست اشخاص في كل دائرة دائرة انتخابية كل شخص غالبا بكون ينتمي لحزب من الاحزاب وبتطلع بعد كده نتيجة الانتخابات لكل دائرة مين اللي فاز فيها الشخص اللي هو بيمثل اي حزب وبذلك بيتكون بيتكون مجلس العموم بعد كده بيعرفوا كل الاشخاص اللي دخلوا اللي تم انتخابهم وهم بنتموا لأي حزب الحزب اللي تم انتخاب اكبر عدد نواب في مجلس العموم هو ده يبقى الحزب الحاكم رئيس الحزب هو بيبقى رئيس الحكومة بعد كده فاحنا لما ندخل الانتخابات الجاية ان شاء الله بيفرض انه انتخابنا لبراليين اكتر من محافظين واكتر من اي حزب تاني هيبقى ترود وهيكمل في الحكومة ويبقى هو رئيس الوزراء وبناء على الكلام ده مفيش مدد لرئيس الوزراء طول ما حزبه بيتم انتخاب اكبر عدد من مجلس النواب منهم رئيس الحزب هو اللي بيبقى رئيس الوزراء لدورتين لتلاتة اربعة مفيش مشكلة كل دورة انتخابية اربع سنوات فاحنا كل اربع سنوات بندخل انتخب مجلس اللي هم العموم فالخلاصة احنا مش داخلين انا مش داخل في 21 اكتوبر هروح احط صح على ترود ولا اي حد تاني من اللي هم رئيس الوزراء يعني انا هدخل اشوف هختار مين العضو اللي هيمثل الدائرة بتاعته هنا في البرلمان لو انا حابب انه تروده هو يكمل هختار العضو اللي بيمثل الحزب الليبرالي لو انا عايز المحافظين هم اللي ياخدوا الحكم هختار ممثل الحزب المحافظين او اللي هم بتعود البيئة الى اخرى تختار الشخص اللي يمثل يعني الناس انواع في الموضوع دا في حد يقولك لا انا هختار ممثل الحزب اللي انا عايزه هو يمسك الحكم وفي ناس بتقولك والله لا الشخص دا انا عارف ان هو نشيط بغض النظر عن حزبه عارف ان هو نشيط وامين وهيفيد الدايرة بتاعتي في مجلس العموم بغض النظر مين اللي هيحكم فبيختار الشخص ما بيختارش الحزب دا التفاوت بين الناس يختار يا شخص يختار يا الحزب اللي حابب اللي همه تروده يكون رئيس الوزراء هيختار الحزب اللي مش همه مين اللي يمسك الحكم بس همه الدايرة بتاعته بس وشايف انه فيه شخص قوي مهم انه هو يمسك ياخد المقعد دا هيختار الشخص دا مجلس الشيوخ زي ما قلنا رئيس الوزراء بيقترح اسماء او بيعني يرفع الاسامي اللي هو الحاكم العام وهو بيصدر تعيينهم في مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مرش داعوا بالدورات الانتخابية مجلس الشيوخ اللي بيتعين فيه بيستمر فيه لأما يسيب المجلس او يتم 75 سنة كل مقاطعة عندها نظام حكم خاص بيها كل مقاطعة لها حاكم وليها مجلس تشريعي خاص بيها الفيدرالية اللي احنا نتكلم عنهم دولي اللي هو الحكومة الفيدرالية اللي هي بتهتم بالحاجات اللي تهم كندا كلها زي وزارة الخارجية الحاجات الخارجية اللي بيتمثل كندا الحكومة الفيدرالية هي اللي بتمثلها لكن حكومة سسكاتشوان عندنا هنا بتمثلنا هنا في الإجراءات اللي بتتم في المقاطعة عشان كده تلاقوا مثلا ممكن في حاجات في التعليم مختلفة شوية هنا عن هنا مقاطعة عن مقاطعة حاجات في الصحة مختلفة عن مقاطعة عن مقاطعة يعني دي حاجات محلية حكومة المقاطعة هي اللي بتقررها مع مجلسها التشريعي بس دي اللي حبيت أقول النهاردة أتمنى يكون وصلة الفايدة كده للجميع ما تنسوناش من الدعم المستمر اشترك في القناة ياريت إذا ما كنتش اشتركت لسه وياريت برضو تفعل جرس إذا ما كنتش فعلته لسه لايك والشير لو عجبك المحتوى واسب لنا التعليق لو أعايز تناقش أي حاجة في مضمون الفيديو وفي أمان الله